بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذا أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هوية وشعاري رجاء رجاء اكتب هذا الدعاء في إناء جديد وهو دعاء للإمام المهدي المنتظر عليه السلام وبعد ذلك يعني اخبرنا ماذا ستشعر دعاء مجرب جدا في قضاء حاجة لربما توقف حياتك بأكمله هذه الحاجة إذا ما قضيت تقضى لك بعد ذلك جميع الحوائج سوف تتحرك وسوف تعيش بسعادة تامة من دون هم وغم وضيقة ورد عن الشيخ إبراهيم الكفعمي في كتابه القيم البلد الأمين عن الإمام المهدي المنتظر عليه السلام قال من كتب هذا الدعاء في إناء جديد بتربة الحسين عليه السلام وغسله وشربه شفية من علته من علته الضامن من؟ الإمام المهدي عليه السلام يقول فقط هو يضع هذا الشرط بأن تأتي بإناء جديد يعني إناء جديد غير مستعمل مطلقا بتربة الحسين ولو هذه التربة كما يقول الشيخ بهجات قدست روحه الزكية يقول ولو هذه التربة التي أنت تسجد عليها حاول أن تأخذ من قلبها يعني مكان السجود امحه ولا تأخذه إنما أخذ المكان النظيف الذي لم يسجد عليه من التربة التي تصلي عليها ثم ذوبه في الماء وثم اكتب هذا الدعاء ثم شربه كيف تأتي بالإناء الجديد ثم تأخذ هذه التربة تضعها في الماء فتذوب فيصبح كل يعني الخليط يكون كالطين الخفيف ثم تأتي بقلم أي قلم أي قلم ولو عصى خفيفة وتكتب هذا الدعاء في إناء نظيف في إناء آخر نظيف غير مستعمل ثم تجمعه تجمعه وتشربه وغسله وشربه شفيا منه أو أنك تضيف على هذا الإناء ماء وبعد ذلك تشربه ما هو الدعاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله دواء والحمد لله شفاء ولا إله إلا الله كفاء هو الشافي شفاء وهو الكافي كفاء اذهب البأس برب الناس شفاء لا يغادره سقم وصلى الله على محمد وآله النجباء هذا هو الدعاء اكتبه وثق بالله وتوكل على الله فمن وثق بالله راه السرور ومن توكل على الله كفاه الأمور ما خاب من تمسك بصاحب الزمان أمن من التجى إليه وتخلص من علتك التي أوقفت ضحكتك والتي أوقفت نشاطك والتي زادت قلبك أهما وغما وجعلتك لا تمارس الحياة بالشكل الطبيعي لا يوجد هناك دعاء وليس هناك طريقة أكثر تجربة من هذه الطريقة برنامج صباحات ولاية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام اشتركوا في القناة